طبعة الملك فهد المزايا بتاعتها ايه? انه كل جزء عشرين صفحة. كل صفحة خمستاشر سطر. تفتح المصحف كده تلاقيه كل اه اه جزء عشرين صفحة. يبقى احنا عندنا تلاتين جزء. تلاتين جزء دية في عشرين يبقى ستمائة ورق. تلاقي ستمائة واثنين ولا بتاع علشان الفتحة والبقرة في البداية كده فيها اه اطار اه وزخرفة. وكذلك جزء عامة صور صغيرة فا اه ترويسة الصورة برضو شغلت شوية. فتلاقي الكتاب بالشكل ده ستمائة واربع. ستمائة وكام? اهون شوف اهو ستمائة واربع. لكن هو ستمائة لعشرين في تلاتين جزء. كل صفحة تبدأ بآية تنتهي بآية. تبدأ بآية وتنتهي بآية. يبقى اذا الاية ما تتقسمش ما بين صفحة وصفحة تانية. زي المصاحف بتاعتنا بتاع زمان. لا. تبدأ بآية تنتهي بآية. وخمستاشر سطر وكلهم خمستاشر سطر. وعشرين صفحة كل جزء كله كده. من اول القرآن الى اخري. طب بعد ايه? قال دي طريقة تسمى داركنار. داركنار يعني ايه? قال يعني في الاطار يعني. الكنار اللي هو للاطار. وكأن في حاجة محسوبة في الاطار.